المهمة بخصوص القضايا التي تشرفون على تدبيرها فقط واحد الرقم سيد الوزير بخصوص الدعم ديال الدقيقة اللي تكلم عليه السيد الوزير أعطاه من بداية السنة حتى الأفريل ما فيها سنعطيه غير جنفية شنو تعطى فيها دعم لتعطى 774 مليون درهم يعني 70 مليار حوالي 70 مليار ما يتجوز 70 مليار غير في شهر يناير دعما لهذه المادة الأساسية طبعا سيد الوزير المحترم قدم مجموعة من الأجوبة على جملة من القضايا للطرحات لكن تبقى بعض القضايا ذات الطابعة السياسية اللي ما فيها بس يعني نتفاعل معها فأولا هذا الموضوع ديال ارتفاع الأسعار اللي كيف ما قلت وانهنا بغي نجوب سيردوان هذا موضوع اللي كيف رضو واحد السياق دولي هذه حقيقة هذه الحقيقة يجب أن نؤمن بها انت سيردوان تجد صعوبة يعني في أنك في أنك يعني توصلها أعتقد بأن السياسي سيجد صعوبة أكبر من 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 الصحفي لأن السياسي مسؤول على تدبير شؤون لمغرب لكن هذه حقيقة يجب أن نعترف ونؤمن بأن السياق الذي نعيش فيه هو سياق صعب هناك أسعار ملتهبة على الصعيد الدولي والحكومة كما تتبعتم من خلال إفادة سيد الوزير تقوم بجهود كبير لكي تحافظ على هذه المواد الأساسية لإعطاء أمثلة بخصوصها وما تكلمس طبعا سيد الوزير على مجموعة الإجراءات اللي جات في قانون المالي ديال 2022 واللي الهدف منها هو الرفع من القدرة الشرائية المواطنين اللي فيها الترقيات ديال الموضة الضفين اللي كانت مجمدة في 2019 وفي 2020 2020 و2021 وأيضا مجموعة من الدرائب اللي كانت كي أديها الموضة الضوونها ولا تغير على الشركات بحل المساهمة التضامنية إلى غير ذلك من الإجراءات اللي جات بالإضافة للورج للحماية الاجتماعية اللي جابهش يخفف من الكلفة طبية اللي كانت كتديها الأسار ديال مجموعة الأسار اللي كانت خارج الحسابات اللي تقريبا كتقدر بواحد لحضاش المليون مواطن الآن من حقهم أنهم يلقوا الدولة إلى جانبهم في تأديتي الفاتورة الطبية والصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر